النادي الاهلي أحسن نادي تسلم الجايزة بتاعته الأستاذ طاري أنديل عضو مجلس إدارة النادي وألقى كلمة بهذه المناسبة وقوبلة طاري أنديل بحفاوة كبيرة جدا بين الوفديين فاز الكابتن سيد عب حفيز بجايزة أحسن مدير كورة وفاز علي معلول أحسن لاعب وفاز محمد الشناوي بأحسن حارس مرمى نشوف في هذا التقرير التكريم المستحق للأهلي في بيت الأمة في حزب الوفد ونطلع لفاصل وبعد الفاصل نفتح أجندة 2019 في الساعات الأخيرة مع الناقد الرياضي الموسوعي الدكتور طاري الأدور بعد تقرير الوفد والفاصل تحية وتكريما لكافة الرياضيين على كافة المستويات وكافة الأندية وعلى أمدها النقل الأهلي ونازل زماني وكافة النوادي الذي تشارك وتشارك مصر في رفع راية الرياضة المصرية في ندفه لتحميل طاري الأندية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة